السلام عليكم ورحمة الله وبركاته زيكم يا شباب يا رب تبقوا بخير وبصحة جيد في البداية نقول بسم الله الرحمن الرحيم ونستعيز بالله من الشيطان الرجيم والصلاة والسلام على رسول الله عليه أفضل السلاة والسلام هنتكلم على المحاضرة التانية النهاردة بإذن الله هنتكلم على موضوع مهم جدا اسمه الجاسترو أسوفيجيال رفلاكس ديزيز ألا وهو ارتجاع المريك يبقى النهاردة موضوعنا موضوع غاية في الجمال اسمه الجاسترو أسوفيجيال رفلاكس ديزيز وده معناه أن الستومك آسيت اللي هي الـ HCL بيحصل لها في لو باكس بترجع إلى الأسوفيجيز إن الحمض بتاع المعدة للأسف الشديد ممكن إن يحصل له ارتجاع هو والأكل اللي موجود في المعدة وهذا الارتجاع طبعاً يعني بيبقى في حمض المعدة حمض المعدة ده بيبقى سوء إيريتانت للأسوفيجيز وبالتالي بيبتدي يعمل أسوفيجيال إيريتيشن لأن الأسوفيجيز غير جاهز وغير قابل وغير مستعد لإستقبال هذا الـ HCL وبالتالي هنا حصل رفلاكس يعني زي ما اتفقنا مع بعضينا حصل نوع من أنواع الارتجاع الأكل اللي موجود مع حمض المعدة حصل لهم ارتجاع وبقوا موجودين في الأسوفيجيز وبالتالي بدأ يحصل أسوفيجيال إيريتيشن طبعا الأعراض بتاعته ممكن يبقى فيه هارت بيرن اللي احنا بنسميه حرقان الجورد is objectively defined by presence of characteristic ميوكوزل انجري ممكن كمان يحصل ميوكوزل انجري يحصل نوع من أنواع الانجري في الأسوفيجيز وده بيبين بالمنزار وممكن كمان ده بيكون نتيجة إن فيه abnormal asophageal acid exposure demonstrated on a reflex monitoring study بيلاقي إن فيه طبعا تعرض للمريء لهذا الأسد طبعا وزي ما انتفقنا إن المريء غير مستعد وغير قابل وغير جاهز لاستقبال هذا الHCL فهو ده اللي بيعمل لنا أعراض الجاسترو asophageal reflux disease الجاسترو asophageal reflux disease may be physiological may be إنه هو يكون شيء طبيعي زي مثلا بوست برانديل إنه هو بعد أكلة كبيرة أو يعني لوحد أكل أكلة جمدة ممكن يحصل بوست برانديل بعد الأكل وده بيبقى حاجة short live يعني وقتها بيبقى قصير وبيبقى حاجة اسمتوماتيك ملاش أعراض كتير ومفيش أعراض نوكتورنل يعني مفيش أعراض ليلي طيب أما المرض المرض بقى may be physiological ففيه symptoms ومي اللي بيحصل mayocosal injury بيحصل تدمير للميوكوزة بشكل كبير بتاعة الأسوفيجاس وبيبقى فيه أعراض نوكتورنل بشكل كبير جدا 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 more than 300 million prevalent cases of GERD by the end of 2023 across 16 countries يبقى الأعداد بتاعة الجرد هي أعداد كبيرة أكتر من 300 مليون حالة من الجاسترو أسوفيجيال reflux disease وطبعا ده الدراسة عملت على 16 دولة لقوا فيه أكتر من 300 مليون حالة 2019 revealed that the age standardized incidence rate of GERD increased slightly over time يعني الموضوع بيزداد وبيزداد كمان إن كمان مع العمر كل ما كانت الأعمار أكتر كل ما كان الموضوع يعني الأسف الشديد بيبقى فيه زيادة وما فيش sexual prediction exist ودي برضو من المعاني المهمة اللي لازم وإحنا بنذاكر نبقى حطينها في دماغنا بشكل كبير يبقى ناخد بالنا جدا أن المرض فيه إزديات أكتر من 300 مليون حالة بـ 16 دولة فيه عشرين تلاتة وعشرين ولقوا إن فيه كمان يعني الـ age بيزيد مع الوقت كل ما كان الأعمار أكتر كل ما كان المرض هيظهر بشكل كبير جدا خلاصي بقى إحنا قلنا كمان إن مفيش sexual prediction exist يعني مفيش تفضيل للميل عن الفيميل في القصة ولكن لقوا إن الميل للـ female incidence ratio for parents asophagus وده نوع من أنواع التورمات اللي ممكن تحصل فيه الـ asophagus نسبتها عشر إلى واحد فالـ complication بتاعة الجورد ممكن تبقى أعلى في الميل من الفيميل الـ white males الناس الـ beed are at greater risk لأنهما يحصل لهم الباريتس اللي هو واحد من الحاجات كـ complication أو تورمات في المريء عند أدينو كارسينوما than other population يبقى الـ beed عندهم مشاكل أكتر والـ complication ممكن تبقى عندهم أعلى خلاص برضو من الحاجات اللي لازم نبقى حاطتناها فيه دماغنا إن الجورد occur in all age groups ولكن انتشار المرض بيزيد دايما في الناس اللي فوق 40 سنة يبقى دي كلها أرقام بنسميها أرقام epidemiology نبقى إحنا حاطينها في دماغنا وفهمينها بشكل كويس جدا إن مفيش تفضيل للميل على الفيميل ولكن الـ complication في الميل ممكن تبقى أعلى كحدوث البارتس وهكذا والمرض فيه ازدياد والأعمار فوق الـ 40 سنة ممكن تبقى واضحة أكتر والناس البيض أو الرجال البيض عندهم complication أعلى زي ما اتفقنا كبارتس أسوفيجيل أو أدينو كارسينوم السبب الـ etiology of gastro asophageal reflux disease سبب ارتجاع المريء داخل فيه multiple factors منهم حاجة بنسميها lower asophageal sphincter dysfunction إن ممكن يبقى فيه weakness أو abnormal relaxation لهذا الـ sphincter وبالتالي ده يتيح إن الـ stomach acids أو إن حمض المعدة يرجع ويحصل له ارتجاع ويبقى موجود فيه المريء يبقى فيه مشكلة فيه الـ sphincter دي واحدة من الأسباب اللي هم بيتكلموا عليها إن إحنا لو جينا وبصينا هللاقي إن المقصود هنا هو هذا الـ sphincter اللي موجود بين المعدة وبين الـ asophageal هنا بيبقى فيه sphincter هذا الـ sphincter ممكن يبقى ضعيف ما بيقفلش كويس فتلاقي حصل ارتجاع لحمض المعدة وهذا الارتجاع ممكن يؤثر ويحصل طبعا رجوع لحمض المعدة للـ asophages الـ hiatal hernia this condition where part of stomach moves up into the chest can contribute to lower asophageal sphincter dysfunction and increase the gird risk الـ hernia اللي هم بيسموها الفتاء وده بتلاقي إن فيه جزء من المعدة بيتحرك ويبقى موجود لفوق شوية نحية الصدر وده بيؤثر على هذا الـ sphincter ويضعفه كمان الـ gastric motility abnormality يعني لو فيه لقدر الله مشاكل فيه حركة الـ GIT delete gastric emptying ممكن يزود احتمالية ارتجاع المريض كمان increase the gastric acid production لو فيه زيادة فيه افراز حمض المعدة ويمكن احنا اتكلمنا وقلنا ان افراز حمض المعدة ممكن يكون نتيجة الـ acetyl cooling على الـ M1 الـ histamine على الـ H2 الجسترين على الجسترين receptor كل ده بيؤدي إلى زيادة الـ acid production والـ excessive acid in stomach can overwhelm the asophagus protective mechanism وحمض المعدة ده يطلع للـ asophagus والـ asophagus يحصل فيه irritation and inflammation كمان diet and lifestyle factors فيه بعض الاكلات دي مهمة جد دي مهمة لينا كسيضلا احنا نبقى عارفين ان من اشهر الاكلات ومن اشهر المشروبات اللي ممكن انها تزود الارتجاع وتخلي حمض المعدة يطلع بشكل كبير وتأثر على هذا الـ Sphincter الكافيين والكحليات والاكل السبايسي اللي هو طبعا فيه spices كتير والفاتس والسجاير والأوبزيتي كل ده ممكن انه هو يزود من اعراض الجرد فيه كمان بعض الادوية زي استخدام الـ non-steroidal anti-inflammatory لان ده بيساعد طبعا فيه افراز حمض المعدة بشكل كبير الـ non-steroidal من الحاجات اللي ممكن تزود افراز حمض المعدة وبتقلل البروستاج لندن اللي بتحمي المعدة الـ calcium channel blocker دي ممكن تأثر على الموتيلتي بتاعت GIT وممكن فيه بعض الادوية تأثر على اللور أسوفيجية لـ Sphincter الـ Bregnancy الهرمونز اللي بتطلع ايضا بتأثر على الـ Sphincter التغيرات في الـ Abdominal pressure during the pregnancy ممكن برضو يؤدي ذلك الى حدوث ارتجاع يبقى الـ pregnancy مش بس هرمونات ده ده كمان الـ pressure اللي بيعمله الحملة على المعدة ده ممكن يؤدي الى الجورد او يؤدي الى الارتجاع genetic factors زي ما قلنا اسباب جينية او اسباب وراثية ممكن يكون لها دور في حدوث الـ gastro-asophageal reflux disease والـ obesity لها دور شرب الكافيين الكحليات السجايد وممكن كمان يكون فيه genetic predisposition في اسباب جينية تؤدي الى حدوث هذا المرض الـ pathophysiology gastro-asophageal reflux disease is multifaceted يعني فيه factors كتير دخلة في القصة زي ما قلنا فاكتور واحد منهم ان اللور اسوفيجية الـ sphincter ضعيف وبالتالي هنلاقي ان حمض المعدة بيحصل له ارتجاع وبيطلع فوق وبيأثر على الـ asophages وبالتالي اللور اسوفيجية الـ sphincter act as a barrier هو اللي بيحمي between الـ stomach والاسوفيج وبالتالي في الجورد اللور اسوفيجية الـ sphincter becomes weak بيبقى ضعيف وبي relax يفتح لوحد ويخلي الـ stomach contents بالاكل بالحند يطلع reflux يعني يرجع ويرجع للمري اللي هي بيبقى فيها الحرقان والاسد اللي هو الارتجاع transient relaxation وتأثر ويتأثر ايضا على الـ sphincter الهرمونات زي ما قلنا عند السيدات زي البروجستير وشرب السجائر ايضا ممكن يأثر على هذا الـ sphincter بشكل كبير جدا جدا لازم نبقى برضو عارفين هذه القس الهرنية زي ما اتفقنا مع بعضين ان ده برضو بيضغط بشكل كبير على اللور asphigeal sphincter the lower asphigeal sphincter may migrate approximately into the chest and glutes its abdominal high pressure zone or the length of high pressure zone may decrease the diaphragm may be widened by a large hernia which impairs the ability of crura to function as an external sphincter ده معنى ايه ده معنى ان الهرنية اللي موجود ممكن ان هي تؤثر بشكل كبير على السphincter وتخلي السphincter يبتدي انه هو يتحرك ويطلع لفوق شوية يتحرك ويطلع لفوق شوية و it's abdominal high pressure zone ويفقد الpressure بتاعه ويفقد الpressure بتاعه or the length of the high pressure zone may decrease يعني ممكن كمان هذا الpressure يكون المحيط بتاعه يقل كل هذا يؤدي الى ان حمض المعدة يبقى بسهولة جدا يطلع الى المريء ويعمل asophageal irritation زاد the phrenic itis may be widened by a large hernia ان الهرنية دي زي ما اتفقنا هي اللي بتؤثر على هذا السفنكتر which impairs the ability of crura to function as external الاسفنكتر وبالتالي هتؤثر على الفتح والغلق بتاع الاسفنكتر وبالتالي حمض المعدة يطلع لفوق finally gastric content may be trapped in the hernia sac and reflux proximally into asophagus during relaxation of lower asophageal asphincter finally يعني في النهاية ان كمان المكونات بتاعت المعدة ممكن انها تتحبس في مكان بنسمي الhernia sac المكونات المعدة اللي موجودة ممكن ما تنزلش على small intestine تفضل محبوسة في الساك بتاع الhernia اللي هو الختاء ده ويحصل لها reflux يحصل لها ارتجاع وتطلع في الاسوفيجس لما يكون هذا الاسفنكتر relax يعني يكون مريح فالcontent بتاعت المعدة تطلع لفوق اسوفيجية clearance mechanism ده برضو واحد يعني من الميكانزمات اللي بيتكلموا عليها normally asophagus quickly clears any reflux يعني من نعم ربنا ان المري عنده مقدرة انه هو يحمي نفسه بذات نفسه انه لو في اي gastric content طلعتله بيبقى في نوع من انواع clearance انه هو بينظف نفسه بنفسه زي ما بيبقى بيبقى الاسوفيكس ده 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 كل ما كان مليانة وكل ما كان فيه سوائل وكل ما كان فيه اكل كتير ده بيعمل نوع من انواع البرشر البرشر ده بيبقى هنا بشكل كبير جدا عالي هذا البرشر يروح طالع لفوق ويؤثر على السفينتر ويؤثر كمان ان يعمل reflux وحمض المعدة يطلع والجس content خلاص طبعا لو المريء عنده مقدرة ان هو ينظف نفسه بنفسه شغالة خلاص لكن المريء لما يجي ينظف نفسه مش هيعرف لان المعدة مليانة وفيها content كتير جدا نتيجة delaying في وزي ما اتفقنا الاكلات والشرب بيبقى لها دور في هذه القص يبقى من الحاجات اللي اتكلمنا عليها اتكلمنا على الهرنية على الفتاء واتكلمنا كمان على delaying في gastric emptying rate واتكلمنا على اللور اسوفيجية الاسفنكتر مهم جدا جدا ان احنا نبقى عارفين ان ممكن من الاسباب اللي ممكن ان احنا نتكلم عليها ان الاسوفيجية الاسفنكتر ممكن يكون اتحرك لفوق دي ممكن برضو نبقى عارفينها وممكن كمان ان الابدومينال high pressure zone بيكون ضعيف ال high pressure zone اللي هما بيتكلموا على ان بيبقى فيه هنا في الحتة دي في المكان ده بيبقى فيه هنا high pressure zone شوية بيمنع ان الاكل يحصل له ارتجاع ممكن ال high pressure zone ده يبقى ضعيف وبالتالي ده يؤدي لحدوث ارتجاع من هنا الى فوق يحصل ارتجاع من الاسفنكتر الهي بريشر زون ده ممكن يبقى قليل او اللينس اوف هاي بريشر زون ممكن انها تبقى قليلة او ان الاسفنكتر اتحرك الى فوق شوية وكل دي من الاسباب التي تؤدي الى حدوث الجيرد اللي هو الجاسترو اسوفيجيال رفلوكس ديزيز ايضا من الحاجات اللي شفناها ان ممكن برضو الكواليتي والكوانتيتي بتاعة الجاستري كونتينت خلاص الكميات والنوعيات ها increase el gastric acid production or presence of bile في reflux material بزاويد الميكوزال damage additionally الميكوزال defense mechanism may be overwhelmed or intrinsically deficient الميكوزم الدفاعي leading to increase its stability to do injury from reflux some individual with جيرد gastroesophageal reflux disease may have decreased pain threshold to the refluxed acid exacerbating the perception of heartburn some individual with gird اللي هما عندهم ارتجاع آآ 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 المريء may have decreased pain threshold يعني آآ البain threshold عندهم بيبقى آآ آآ قليل وبالتالي بيستشعروا الألم بسهولة بيستشعروا الألم بسهولة ويحصل زيادة في الأعراض بتاعة الهارت بيرن وحرقان المعدة يبقى الخلاصة ان احنا لازم نبقى حطينها في دماغنا ان الكميات والنوعيات بتاعة المعدة ان وجود الهرنية الحمل كل ده ممكن ان هو يأثر على الاسفينتر ويسبب في الارتجاع كل ده كمان ممكن يبقى مصاحب ليه ان الاسوفيجيال ككليرانس ميكانيزم ضعيف فكل دي من الاسباب اللي ممكن تؤدي الى حدوث الجورد ممكن المنطقة اللي سميناها الغاي بريشر زون اصبحت يعني هذا الزون اصبح ضعيف وبالتالي حصل ارتجاع الكلينيكال بيرزنتيش دي برضو من الحاجات المهمة اللي هي الاعراض اللي احنا ممكن نشوفها في الناس اللي عندهم جاسترو اسوفيجيال رفلاكس ديزيز ايه هي الاعراض اللي احنا ممكن نشوفها قالك الكلينيكال بريزنتيش في سامتوم اوف جورد ستارت ويز افريقونت هارت بيرن يبقى واحد من الاعراض المميزة جدا هو حدوث الهارت بيرن او حرقان المعن and may also include اصور تيست انزا موز طعم لازع في البق regurgitation ارتجاع وان ال stomach content back up to the mouse تحس كده ان في regurgitation طعم الاكل في بقك نوزية بيربنج بلوتينج كل دي حاجات ممكن ان احنا نبقى شايفينها وهي حاطينها في المغن بلوتينج يعني انتفاخات ممكن كمان يحصل dry cuff كحة نشفة or throat clearing repeatedly تحس ان انت يعني عايز تكح كده والتهابات في الزور sore throat hoarseness or or larynginitis يعني حصل التهاب في larynx حصل shortness of breath حصل ازمة wearing away of tooth animal ان ممكن كمان الانيمال بتاعت الاسنان يحصل فيها مشكلة trouble swallowing and feeling like there a lump in the throat حس ان فيه حاجة كده سده في الزور وصعوبة في البلع chest pain الم في الصادر severe chest pain could be something more serious than gird and require طبعا chest pain ده ممكن نشوفه لقدر الله في امراض زي امراض الانجينة فالclinical presentation واحدة من النقطة المهمة اللي لازم نتكلم عليها حاجة سميناها ايه مع بعض حاجة سميناها frequent heart burn طيب يبقى دي كلها نقط وتحس ان فيه لمب كده موجودة فيه throat وفيه صعوبة في البلع وممكن تحس كمان chest pain ولكن chest pain ممكن يبقى فيه حاجات تانية اخر الكمبيليكيشن ان بيبتدي تحصل بعض المشاكل للجورد ايه هي الكمبيليكيشن اللي احنا ممكن نشوفها في هذا المريض ممكن نشوف حاجة حنسميها الاروسف اسوفيجايتس ان يحصل تآكل واروجا في المريء وان يحصل strictures تبتدي المريء يحصل فيه ديقة للليوم بتاعه strictures يعني narrowing ويحصل barate اسوفيجايتس acid damage lining the اسوفيجايتس and cause chronic اسوفيجايتس damage area heals in metablaistic process and abnormal squamous epithelium of اسوفيجايتس are replaced with columnar epithelium halos with goblet cells وده ممكن يؤدي الى metablaesia نوع من انواع التورم والتورم ده يؤدي الى dysblaesia ويؤدي الى adenocarcinoma واخد بالك ان معظم الناس اللي عندهم الbarate اسوفيجاس بيبقوا اسمتوماتيك مفيش اعراض يعني واضحة يبقى ناخد بالنها ان ممكن يحصل تورمات في المريء ودي واحدة من النقط وانت بتزاكن لابد ان انت توقف عندها وتستمتع بيها جد اللي هي الbarate اسوفيجاس حصل ايه حصل acid damage ليه الاسوفيجاس وبدأ يحصل inflammation وarrayation وبدأ يحصل تغيير في الشكل الخلايا شكل الخلايا بدأ يحصل فيها تغيير ويحصل تغيير لشكل الخلايا من الشكل esquemas اللي هو الشكل ده يسموه كده esquemas وreplaced ويستبدل بشكل columnar بيبقى واخد هذا الشكل goblet cells خلايا موجودة اسمها goblet cells بتطلع افرازات كل ده يؤدي الى حدوث adenocarcinoma وحدوث dysplegy يبقى حصل تغيير في شكل الخلايا من الشكل esquemas الى الشكل الكلام خلاص يبقى مهمة جدا جدا ان انت تبقى حاططها في دماغك ان ممكن يحصل طورمات نتيجة هذا الجيرد اللي هو الجاسترو asophageal reflux disease دي واحدة من النقط وانت بتذاكل لابد ان انت تحطها في دماغك اندوسكوبي المتابعة بالمنظار لازم نتابع بالمنظار اندوسكوبي يتعامل كل سنتين اندوسكوبي السوروبي برضو من النقط اللي لازم تحطها في دماغك بشكل كبير جدا يبقى الكمplication منها الباردس ومنها تغيير شكل الخلايا من الشكل الاسكويمس الى الشكل الكلام الدياجنوز برضو من النقط اللي لازم نحطها في دماغك الدياجنوز of gastro asophageal reflux disease can be made through various methods patient history and symptoms assessment initial evaluation based على characteristic symptoms اهم حاجة فيها طبعا السيمطوم اللي هي heart burn والacid regurgitation يبقى انا ممكن اشوف او اعمل الدياجنوز عن طريق الpatient history دي واحدة من النقطة المهمة خلاص ممكن كمان ان انا اعمل منظار بنسميه upper endoscopy نعمل asophageal gastro asophageal gastro وديودينوسكوبي خلاص يبقى دي من الحاجات المهمة جدا ان ممكن انا اعملها ان انا اعمل منظار على الاسوبيجاس والمعدة والمري او المري والمعدة والاسنا عشر واشوف الواضع في ايه allows direct visualization of asophageal and stomach ونشوف الانفلاميشن ونشوف الالسر ونشوف التقرحات يبقى المنظار مهم وطبعا المنظار ده بيعرفنا بقى كمان اذا كان فيه طورمات فيه باردس او لا لا asophageal b-h mountrain measure الاسد level شوف كمية حمض المعدة في الاسوفيجاس في ال-b-h حتقل ال-b-h حتقل برضو من الحاجات اللي بيستخدموها for diagnosis حاجة اسمها الاسوفيجيال manometry وده من الأجهزة اللي بيقيسوا بيها قوة السفنكتر test is a function of lower asophageal sphincter يبقى الاسوفيجيال manometry ده بيشوفوا بيه قوة السفنكتر فيه كمان barium swallow radiograph x-ray imaging after swallowing a barium solution to reveal the structural changes في الاسوفيجاس والمكوز إنك تدي للمريض شربة من ال-barium sulfate ثم إنك تعمل x-ray أشاعة x وتشوف شكل المعدة وشكل المريء دي برضو من الحاجات اللي هم ممكن إنه هم يستخدموها يبقى دي مهمة جدا اللي هي المانومتري ومهم جدا حكاية البانيام swallow radiograph برضو من النقط وإنت بتذكر تبقى حطتها في دماغك بشكل كويس وبشكل كبير جدا empirical trial of proton bump inhibitors خلاص response to bbis can often help for يعني of gert اللي هو gastro asophageal reflux disease يعني هنا إن أنا أجرب إن أنا أدي المريض bbis لو المريض استريح يبقى في الأغلب ده ممكن يكون عنده مشاكل في المعدة أو في المريء فدي بيسموها empirical trial of proton bump inhibitor إنك تجرب تدي proton bump inhibitor وتشوف هل المريض استريح أو مشاكل في المريء فدي برضو من الحاجات اللي هما بيتكلموا عليه من التحليل أيضا اللي ممكن إن إحنا نعملها حاجة اسمها impedance monitoring وده حاجة كده كهربائية بنشوف التغيرات الكهربائية اللي ممكن تحصل عند المريء وبيعرفنا حجم الميا أو حجم السوائل اللي ممكن يحصلها ارتجاع وتبقى يعني موجودة في المريء مع البي اتش مونترينج it can detect non acidic reflux by measuring اللي تشينج فيه الالكتريكال impedance اللي هو التوصيل الكهرابي والتوصيل الكهرابي ده له علاقة بكمية المية اللي موجودة في الأسوفيجس أو حصلها ارتجاع وبقت موجودة في الأسوفيجس ممكن أيضا في موضوع الدياجنوزيس ده نعمل حاجة مهمة جدا اسمها biopathy يعني ايه biopathy نحن ناخد sample أو عينة ودي ممكن نعملها أثناء المنظار ونشوف العينة دي لقدر الله فيها بارتس فيها تغيير في شكل الخلايا من الشكل السكويمس إلى الشكل الكولامينار ولا لا هليكوباكتر تيستنج ان انت تقيس وتشوف فيه هليكوباكتر ولا لا طبعا هليكوباكتر من الحاجات اللي تكلمنا عليها والهليكوباكتر يعني ممكن ان احنا نعمل طبعا اليوريا بريثينج تيست وممكن نعمل ستول انتجين تيست ان احنا نشوف المايكروب كانتجين موجود في البراز ولا لا وممكن كمان ناخد بايوباسي عينة اثناء الاندوسكوبي ونشوف فهذه العينة فيها الاتش بايولوري ولا لا خلاص دي من الحاجات المهمة وكمان في حاجة اسمها الهايدلبرج استومك اسيد تست وده ليس كومن وده بيقيسوا بيالستومك اسيد ليفل عن طريق ان هم بيستخدموا كابسولة بيستخدموا اكابسول سايز بي اتش سينسور بنقيس حمز المعدة وبنقيس البي اتش بتاعة المعدة بكابسولة بيسموها هايدبرج استومك اسيد تست عن طريق ان انت تستخدم اكابسول سايز بي اتش سينسور that's a patient swallows يعني البي اتش نديله كابسولة هذه الكابسولة عن طريقها وعن خلالها نعمل حاجة اسمها الهايدبرج استومك اسيد تست ونقيس التغيرات في البي اتش بتاعة حمز المعدة طيب من الحاجات اللي موصة بيها جدا ودايما هنا هتلاقينا بنتكلم على حاجة مهمة قوي اسمها الامريكان college of gastroenterology عملونا كده recommendation في القصة دي عشان تبقى انت حاططها في دماغك نعمل diagnosis ازاي من الحاجات طبعا المهمة جدا يعني انا بحبها صراحة الاندوسكوبي مما لا شك فيه المانومتري اللي انت تقيس السفنكتر وقوته طب الامريكان college of gastroenterology recommendation في سنة 21 قالت اللي هي الاعراض المتعرف عليها كheartburn وregargitation who have no alarm symptoms ما فيش alarm symptoms ما فيش مثلا severe bleeding ما فيش severe weight loss ما فيش كوارث الاسي جي recommended and 8 اسابيع trial of empirical bbis once daily before me يعني هنا وصوا بال empirical trial therapy وصوا بال empirical trial therapy من ال bbis يا جماعي خلاص مدام هنا المريد ما عندهوش اي نوع من انواع ال complication او ما عندهوش اي نوع من انواع ال alarm اللي هي تخوفنا لا قدر الله فال american college of gastroenterology وصتنا بال american bbis ان انت تستخدمها لمدة 8 اسابيع وتشوف هل المريد استريح ولا ما استريحش وهكس خلاص يبقى دين من الحاجات اللي ايه مواصنين بيها بشكل كبير جدا وبيتكلموا عليها بشكل ايه مهم يبقى زي ما اتفقنا هم وصوا بال 8 week trials of empirical bbis once daily before the meal تعال نكبر الحتة دي ونشوف احنا عايزين نطلع ايه من الجدول ده لو مريد زي ما مكتوب هنا عنده اعراض heartburn وعنده regurgitation خلينا نقول انه هو ما عندهوش alarm symptoms مفيش severe bleeding مفيش chest pain مفيش chest pain قوي مفيش فقدان في الوزن فنعمل empirical trial therapy bbis 8 اسابيع لقينا المريد استريح complete relief يبقى ده جورت complete relief يبقى ده جورت نوقف ال bbis لقينا الاعراض رجعت يفضل ان انت تعمل ال e g d اللي هو اسوفيجية الجاسترو ديودونسكابي طيب لو انا خدت empirical trial therapy 8 اسابيع من ال bbis وانا ما استريحتش جيب على طول مدام المريد حصل له incomplete relief وقف ال bbis لمدة اسبوعين الى 4 ويعمل حاجة اسمها اسوفيجية جاسترو ديودونسكابي يعني دي اهم النقطة صراحة هنا في التابل ده ان من الحاجات اللي وصوا عليها جدا اللي هي ال american college of gastroenterology ان احنا ال empirical trial therapy of bbis symptoms return لو symptoms رجعت يعني انت اخذت ال bbis 8 اسابيع واستريحت تماما يبقى انت عندك جورت هتوقف ال bbis ولقيت ان حصل recurrence وقفت ال bbis ولقيت ان symptoms حصل ال return لما وقفت ال bbis مل نعمل endoscopy اللي هو اسوفيجية gastro diodonoscopy ونعمله بعد ما نكون موقفين ال bbis اسبوعين الى 4 patient who have chest pain without heart burn who have had adequate evaluation اللي عنده chest pain لازم نتأكد هل في heart disease ولا لا طب عنده chest pain وما فيش heart disease متأكدين برضه يفضل ان انت تعمل endoscopy and or reflux monitoring is recommended recommended endoscopy ان ال endoscopy ده يتعامل as a first test يتعامل كأول حاجة recommended endoscopy يتعامل as a first test for evaluation patients عندهم disphyxia صعوبة في البلاء او عندهم alarm symptoms زي bleeding والweight loss or for patient with multiple risk factors for barrett asophagus خلاص نعمل recommended endoscopy is a first test يبقى جالك المريد عنده alarm symptoms اللي هي severe bleeding عنده weight loss اعمل على طول ال endoscopy مش لازم تعمل multiple trial bbis لموت بالتمن هسابيا for patient for whom with diagnosis of girt is suspected and endoscopy show no objective evidence of girt american college of gastroenterology recommend reflux monitoring be performed of therapy to establish the diagnosis يعني في الناس اللي عندهم diagnosis of girt suspected انا شاكك فيه والمنظار بيقول ان ما فيش اي evidence of girt الا american college of gastroenterology قالت ان انت تعمل monitoring للreflex من وقت الى اخر وتشوف الارتجاع بيحصل ولا ما بيحصلش for patient whose extra asophageal symptoms have not respond to a trial of twice daily bbis لو العينين عندهم extra asophageal symptoms have not عندهم اعراض خارج المريء مثلا في التهابات في الثروت او في التهابات في الاريكس دي اعراض بيسموها اعراض extra asophageal have not responded to a trial of twice daily bbis الامريكان college of gastroenterology قالت ايه الامريكان college of gastroenterology تعال نشوف من الحاجات اللي بردو نحطها في دماغ في جملة هنا for patients whose extra asophageal symptoms have not responded to a trial of twice daily bbis الامريكان college of gastroenterology recommend برضو انها تعمل اعراض او انها تعمل اندوسكوبي يعني برضو دايما لو المريض ما بيستجبش الى العلاجات من ال bbis وبيحصلش complete healing نشوف برضو الاندوسكوبي و دايما نخدها قعدة لو الاندوسكوبي طالع normal نعمل حاجة اسمها reflex monitoring نعمل حاجة اسمها reflex monitoring يدكاترة ممكن نقف عند الحتة دي ونكمل المرة القادمة بإذن الله نعمل حاجة